اولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده الامر للنبي صلى الله عليه وسلم أن يكون له قدوه قال لما بن جوزي أنفع العلوم مطالعة سيرة الرسول كل ذلك في برنامج سير أعلام النبلاء بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبرك على نبينا محمد وعلى له وصحبه أجمعين ثم مبعد حياكم الله أخواني الكرام أخواتي الكريمات في برنامجكم سير أعلام النبلاء ذكر الإمام شمس الدين محمد بن أحمد الذهبي عليه رحمة الله جملة من سير النوجباء فقسم كتابه على أربعين طبقة من طبقات الرجال والأبطال الشجعان والنجباء الأطهار من مدرسة النبي صلى الله عليه وسلم أما حديث بطلنا في هذه الحلقة فإنه بالكلام عليه قد تطول المجال هو الوحيد الذي ذكر اسمه بالقرآن نصا لم يذكر أحد من الصحابة باسمه نصا إلا هذا البقر صحابة النبي صلى الله عليه وسلم بلغوا مئة وعشرين ألفا لم يذكر أحد بالقرآن باسمه إلا هو قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم إنه لخليق للإمارة وإني لأحبه الله أكبر رسول الله يحبه صلى الله عليه وسلم ومولاه يحبه وذكر اسمه في القرآن هو زيد بن حارثة زيد بن حارثة من أن وصل في حياته مشق كان عمره ثماني سنوات وكان قد أدرك الجهلية وأدرك الإسلام مع النبي صلى الله عليه وسلم هذا الصحابي له محطات عظيمة له مواقف مع النبي صلى الله عليه وسلم مشرفة هذا الرجل كان له آية من آيات البذل والعطاء والجود والسخاء مع النبي صلى الله عليه وسلم لأنه من السابقين الأولين من السابقين الأولين الذين كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم وكما ذكر ابن كثير وغيره من أهل العلم أن عدد السابقين الأولين لم يتجاوز ثلاثين بعد المئة أي مئة وثلاثين من الرجال والنساء فزيد رضي الله عنه كان عمره ثماني سنوات أسر بغزوة كان في السابق إذا غزوا الناس وأخذوا بالحرب أخذوا سبيا أي أطفالا ونساء فباعوا الصبية أي استرقوهم فكانوا أرقاء وباعوهم في سوق الرقاء وباعوا أيضا النساء فكان عمره ثماني سنوات فعرضا في سوق عكاة للبيع والشراء وكان عمره لم يتجاوز ثماني سنوات فشراه حكيم بحزا وهذا الرجل أخذ معه صبية وذهب بهم إلى مك فمن كان نصيب هذا الصبي بأن كان خادما له هي زوج النبي صلى الله عليه وسلم خديجة بنت خويل رضي الله عنه أبل زواجها بالنبي صلى الله عليه وسلم كان خادما عنده فهذه قصته وهذه حالته وهذه أحداثه نشئ على مأساة فاقدا لأبه ولأمه وكان أن أسر وأخذا رقا بعيدا عن دياله بعيدا عن أهله بعيدا عن والديه ولا يعلم ماذا جرى له هكذا مر أساوة الحياة في السابق ليس البقاء إلا للأقوى أما الضعيف فإنه ينهك بالحقوق لأن الإسلام دين رفع الناس فكان للعدل والمساوة أما بالدعاء العود إلى القرون الماضية فهي الدعاءات جاهلية نحظة فيها من الخطر العظيم حياكم الأخوان الكرام أخواتي الكريمات في برنامجكم الذي يشرف بعيونكم ويتهدى إلى مساميعكم عبر أثير قناة ثراء الفضاء نتكلم على قصة بطل من الأطر الذين ذبوا عن الإسلام ودافعوا عن رسول الهدى صلى الله عليه وسلم وأما في الحديث عنه فإن الكلمات تتخالف فيما بينه والعبرات قد تنزل مع الدماءات لسيرة حياته ولقساوتها نشأ بعمره ثماني سنوات وبيع واشتراه حكيم بن حزام وذهب بها إلى امرأة صالحة لا تعرف عن هذا الولد شيئا فكانت البركة له لهذا الرجل وهو زيد بن حارثة رضي الله وعلي أن نشأ عند هذه المرأة صالحة هذه المرأة تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما تزوجها رسول الهدى صلوات الله وسلامه عليه أهدت إليه زيد بن حارثة خادما له فيترى هل كان النبي صلى الله عليه وسلم مثل أخلاق خديجة بل هو أفضل صلى الله عليه وسلم أعتقه وتبناه فسمي زيد بن محمد ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم أي كان ولده وهذه مسألة مهمة إخواني الكرام نابد أن نقف عليها وأن نبينها التبني في الإسلام هل هناك تبني في الإسلام؟ أم أنه محرم؟ التبني حرم إلى يوم القيامة أي كان في أول الإسلام جائزاً ثم حرم إلى يوم القيامة نسخ الحكم وبقي محكماً في تحريمه إلى يوم القيامة وأما ثبوت النسخ ففي قول الله جل وعلا ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قتل؟ الله جل وعلا قدر ذلك لحكمة هو الحكيم الخبير سبحانه وتعالى وما يترتب على ذلك من أحكام مهمة لغاية أن التبني حرم إلى يوم القيامة في صورة الذي ذكرها الله عز وجل في القرآن في صورة الأحزام ادعوهم لآباء ادعوهم لآبائهم هو أقصد عند الله إذن الرجل لابد أن ينسب إلى اسمه فكان في أول الإسلام يلق أب زيد بن محمد ولد النبي صلى الله عليه وسلم انظر أنه ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقدره ولم يذكر في القرآن كله صحابي باسمه إلا زيد فلما قضى زيد من هو زيد له فضائل وله منازل وكان من أخلاقه السماحة فإذن التبني لا يجوز ولو جاء إنسان وقال أريد أن أتبنى ولد يتيم أو منقطع النسب أو مجهول النسب فإن الجواب لا يجوز أما رعايته فهي فيها الأجر العظيم رعاية والكفاية ويكون لها هذا فضل عظيم وأعرف أحد الفضلاء الذين لهم أفكار مباركة كان يأمر زوجته أن ترضع بينهم حتى أنه يدعي بعضهم لبعض يقول هذه أختي برضاة لا يعلمون أمه لكن ينشأ في مجتمع له بعض الجذور الأصيلة التي يرتبط بها إن كان قد انقطع من شجرة فإنه يرتبط بشيء يكون له في هذا المجتمع هذه الأفكار وهذه الهمم باني للأمم وبعض الناس قد يكونوا واحد لكنه بأمه إن إبراهيم كان أمة رجل واحد بأمة كافلة زيد بن حارثة وصل والده قبل الإسلام وكان نبي صلى الله عليه وسلم في مكة وصل والده إليه وانظر إلى الفرحة العظيمة ولد لم يجد أباه منذ سنوات فماذا جرى له رضي الله عنه ترجمة نانسي قنقر